موسيقى لا تزال أزمة الزميل جمال خاشفجي تؤثر كثيرا على العلاقات الأمريكية السعودية الرئيس ترامب هذا السبوع أخذ موقف ربما نهائي يعني يقف إلى جانب المملكة العربية السعودية بعد هذه الأزمة وهذا يعني مفصل مهم له عدة ربما تداعيات يعني أولا يدخل هذا الموضوع العلاقة بين أمريكا والسعودية في السياسة الداخلية الأمريكية ترامب على خلاف الآن مع الكونغرس الأمريكي ليس فقط الحزب الديمقراطي ولكن قادة من الحزب الجمهوري أيضا الذين أخذوا موقف سلبي من آخر أزمة إذن يعني أزمة سياسية في الداخل ثانيا يدخل الموضوع في صراع بين الرئيس ترامب وجهاز المخابرات الذي أصدر يعني رأي مختلف منذ عدة أيام والرئيس ترامب الآن ليس فقط بصراع مع المخابرات ولكن أيضا بصراع مع وزارة العدل وفيها تحقيق حول علاقته بروسية إذن صراعات داخلية وصراع بينه وبين عدد كبير من المؤسسات الإعلامية في الولايات المتحدة إذن هذا قد يعقد العلاقة الأمريكية السعودية الكونغرس الأمريكي قد يقف على المساعدات أو بيع الأسلحة الأمريكية إلى المملكة العربية السعودية هذا موقف أيضا أخذته ألمانيا في الأيام الماضية بموضوع بيع أو نقل الأسلحة إلى السعودية يؤثر هذا أيضا يعني قد يؤثر في السعودية أن تلتفت السعودية إلى مصادر أخرى للعلاقات الأمنية ومعادلة أو موازنة الغرب وهنا علاقات ربما معروسية ومستقبلا مع الصين الذي قد يعني يؤثر على شكل العلاقات الدولية السعودية أو في الشرق الأوسط عامة هذه الأزمة بين الولايات المتحدة والسعودية ربما تريح إيران وحلفاء إيران ربما في اليمن وسوريا ولبنان وإلى ما هنالك وتضعف في المحاولة الأمريكية لأخذ دعم سعودي بالموضوع الإسرائيلي الفلسطيني علما أنه ربما حتى المشروع المؤجل كثيرا لن يكون له كثير من الحظ بالأخص الموقف الفلسطيني رافض لاتفاق من طرف واحد بالنهاية نقول أنه هناك قمة الجي تونتي يعني الدول العشرين المتصدرة في الاقتصاد العالمي هذا الاجتماع سيعقد في الإرجنتين بآخر هذا الشهر وربما سيكون حاضر ولي العهد السعودي وسيكون حاضر رئيس ترامب سيكون ربما منعطف مهم في دلالاته حول مستقبل العلاقات السعودية الأمريكية والعلاقات السعودية مع دول أخرى في هذا التجمع المهم اشتركوا في القناة